هذا يسأل يقول ما وجه والحكمة من منع المرأة من زيارة القبور المرأة معلوم الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنذة وجعل لكل جنس خصائص متعلقة به ومن الخصائص التي يكاد إجماع علماء الاجتماع والنفس والسلوك يجمعون عليه أن عاطفة المرأة أقوى من عقلها وأن عقل الرجل أقوى من عاطفته هذا في الواقع ولهذا لماذا كان الطلاق بيد الرجل ولم يكن بيد المرأة لأنها ذات عاطفة فتجور عاطفتها عليها ولهذا نجد في الطلاق تجدها تأتي وتؤثر وتصي على زوجها أن يطلقها وإذا طلقها بعد ذلك تجلس يومها كله وهي تبكي أو تكاد تبكي ندما على ما فعلت وهي السبب في ذلك ما يدل على أن عاطفتها فيحينما تأتي للمقبرة ويكون يعني وتأتي إليها وتذكر أمها أو أبوها أو جوجها أو ولدها أو كذا يكون عندها تجاوزا في الشعور نفسه بحيث يصل إلى حد النياحة والصياح ونحو ذلك وهذا والله أعلم هو سر منع النساء من زيارة القبور طيب يا شيخ عبد الله بارك الله فيكم إذا كان في الطريق مقبرة فهل يجوز للمرأة سالكة الطريق السلام على أهل القبور فيها والله الذي يظهر لي جواز بذلك لأنها لم تقصد زيارة المقبرة وإنما مرت بالمقبرة فكونها تسلم عليهم السلام عليكم ديارة قوم المؤمنين اللهم أغفر لهم ورحمهم وقيم برحمتك عذاب الجحيم ونحو ذلك ما يظهر لمانع الحياة